طب نعمل ايه بقى عشان نقدر نتخلص من ده ونوصل ان احنا خلي اولادنا ما يتربوش على الكم عشان نقدر نغرس الساعة ويمقابل الكمية وعدم الكمية في اولادنا لازم نعلمهم من صغرهم سبع صفات عن الله اول صفة ان الله سبحانه وتعالى يحب ان الله يعلم حاله ان الله لطيف به ان الله يملكه وان الله قدير وان الله يسمعه وان الله يراه السبع صفات دي تخليه حاسس ان الله معاه على كل حال وانه مش خايف وانه في امان وانه هو مش مجرد قاله ده ربنا معاه اذا هو ليه قدر الامر التاني لازم نعرض اولادنا للخلق الحسن من غير كلام فممكن يشوفك انت بتخدم حد من غير مقابل فيتعلم ان الحياة وسعى وان الناس ممكن يسعوا بعضهم بالاخلاق وبالمحبة تالت حاجة ارجوكم امتنوا لأولادكم قول لأولادك انك ممتن لوجودهم في حياتك وعشان هم نعم من ربنا وما يبقاش اهم حاجة عنده ان هو هيبقى ليه مهم في حياتك اذا كان هو ناجح اسمع اولادكم كتير تالت حاجة كلموا اولادكم عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماله وقد ايه هو بيحبهم وقد ايه هو مشتاق اليهم وقد ايه هو قالهم اشتاقتوا لاخواني وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحبهم وحبه دايما بيوصل اليهم واخر حاجة لازم نعلم اولادنا دايما وحنا بنكلمهم بعد ما نكلمهم عن حب حضرة النبي ان الحياة دايما احلى لما نكون مع مولانا لان الله جميل يحب الجمال واذا كانت حياتنا محل نظر الجميل فحياتنا كل يوم ان شاء الله تبقى اجمل ربوا اولادكم على الساعة وربوا اولادكم على الجمال وربوا اولادكم على ان كنتوا ترحموهم وربوا اولادكم على انهم قيمة في حياتكم ربوهم على ده اولادكم يحسوا ان الحياة مش المعيار فيها القيمة ولكن المعيار فيها المعنى